اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سحراء الوسطى ترتفع الثلاثين درجة على عقص الجنوب اما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الوسطى وكذلك السواحل الغربية قليل اتراب على السواحل الشرقية رياح ضعيفة تقريبا على طول الشارط السحلي لن تتعدى ثلاثين كم في الساعة خلال يوم الثلاثة ان شاء الله اجواء مستقرة على الشمال وحتى على الجنوب بعد انقشاع ضباب على الواجهة السحل الغربية وكذلك الوسطى درجات الحرار ستعرف ارتفاع خاصة على المناطق الشرقية خلال يوم الثلاثة ننتظر سحب ستنتشر بعد انقشاع ضباب على السواحل الوسطى وكذلك الغربية سحب ستنتشر الواجهة الغربية على السواحل وحتى على المرتفعات احتمال لسماع بعض الرعود المنعزلة بالجنوب اجواء مستقرة على سحب من نول عالي ستنتشر على منطقات الصورة خلال يوم الخامس ان شاء الله نسبة رطوبة عالية سحب سفلة احيانا الكثفة خلال الصباحة الوجهة الساحلية السحب ستمتد الى المرتفعات والهضاء باحتمال كذلك لسماع بعض الرعود المنعزلة واخر النهار على الهضاء بالعولة الغربية اجواء مستقرة على الجنوب درجة الحرارة ستعرف بعض التراجع وقت غروب الشمس ليوم الغد ان شاء الله المصنى العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخمسة 45 دقيقة اشكركم على المتابعة امسية طيبة للجميع